قبل العدد المرضى السرطان الذين توفوا خلال هذه الفترة 44 حالة ولا زالت عمليات اعتقال المرضى على حاجز بيت حنون متواصلة تم احتجاز 9 الالاف من مرضى السرطان في قطاع غزة مصيرهم مازال مجهولا بسبب استمرار ما يفرضه الاحتلال من تقلصات وتعقيدات على مسار التحولات الطبية الخاصة بهم ليبقى امل استكمال مراحل علاجهم خارج اسوار قطاع غزة قيد الانتظار انا باستنى في تسريحي يطلع ما طلعوني دايما تحت الفحص حتى الدكتور بتصل علي ويقول لي لازم الساعة عشرة تكوني عندي في الموعد اللي بجيني بجيني تحت الفحص وما بروح باخد موعد تاني برضو كذلك وعيش في قلق يعني انا مش متواني على نفسي منيح يعني هنا قيود شديدة على حرية الحركة للأفراد والبضايع واحد ضحايا ذلك هم المرضى الذين في احيان يتلقون تصريح للخروج وكثير منهم لا يتلقون عي ردود واخرون يرفض تصريحها وفي غزة ايضا جملة من الانتهاكات للحقوق الصحية التي لحصر لها من قبل محتل تعمد انهاك المرضى والقطاع الصحي ايضا مشهد احدى اركانه في القطاع عيادات الرعاية الصحية الاولية والمستفيدين منها وخدماتها ومقدميها هي غيض من فيض واقع غزة الصحية نقص الحاد في اصناف العديد من اصناف الادوية وخاصة مرضى التلسيمية ومرضى السرطان وغيرها بالاضافة الى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والذي ترك اثره على الاجهزة الطبية وتعطلها وادى ايضا الى احتياج المزيد من قطاع الغيار لهذه الاجهزة الغير متوفرة في قطاع غزة سياسة العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة هي نهج الاحتلال تجاههم لذلك ستبقى المطالبات قائمة بالزامه بالتوقف عن اجراءاته العنصرية التي تنتهك كافة المعايير الدولية الخاصة بالمرضى في اليوم العالمي للصحة انهاء القيود على الصفر وانهاء الانقسام ورفع الحصار هي من ابرز مطالب المرضى هنا في قطاع غزة لعل في ذلك انتصارا لهم ولحقوقهم الصحية لفضيات النجاح تغريد العمور قطاع غزة